ترجمة نانسي قنقر في تقديم الخدمات التعليمية جاء ذلك خلال ترأس سعادة اجتماع لجنة بدء العام الدراسي حيث أكد وزير التربية والتعليم قيام مختلف القطاعات التابعة للوزارة بالاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد من خلال العمل على توفير جميع الخدمات اللازمة للطلبة وضمان انتظام السنة الدراسية بكل سيابية ويسر منوها سعادته بأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وجهاز الخدمة المدنية قد اتخذت الإجراءات اللازمة للبدء في اعتماد ترقيات أكثر من خمسة آلاف موظف وموظفة من منتسبي الميدان التعليمي والتعليمي المساند اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل مبينا سعادته أن القطاع المختص سيبدأ بتمرير هذه الترقيات بشكل تدريجي بحيث يتم استكمال صرفها قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري ترجمة نانسي قنقر